مذاق الحوزة الطوسية مذاق بعيد جدا عن مذاق العترة الطاهرة مذاق الحوزة الطوسية مذاق ناصبي واضح جدا ما يظهرونه من مذاق شيعي يتشيعون فيه للعترة الطاهرة إما أن يكون في بعض الأحيان بسبب غفلة عن منهجهم لأنهم لو رجعوا إلى منهجهم فإن المنهج يمنعهم من ذلك لابد أن تعرفوا من أن المراجع لا أقول عنهم من أنهم يبغضون العترة الطاهرة هم شيعة يحبون العترة الطاهرة وأنا قد رأيت هذا بنفسي حينما نجلس في مكان أتحدث عن أصحاب العمائم من العمائم الكبيرة أو الصغيرة ويكون حديثنا وجدانيا إنهم شيعة لكنهم حينما يرتقون المنابر يتلبسون بالمنهج وحينما يمسكون بالأقلام كي يؤلفوا يتلبسون بالمنهج وحينما يتهيأون للدرس ويبدأون الدروس يتلبسون بالمنهج المنهج ناصبي فلذا هناك تناقض بين حالاتهم الوجدانية التي يميلون فيها إلى العترة الطاهرة وهذا شيء موروث من الآباء والأجداد من تلك الأخاديد التي حفرها أئمتنا في الوجدان الشيعي لأن الأئمة اخططوا في الوجدان الشيعي أخاديد لا يمكن أن تزول وإلى هذا يشيرون من أن شيعة علي إذا ما زلت لهم قدم ثبتت لهم قدم أخرى لكن هذا ينطبق على عوام الشيعة أما خواص الشيعة فإن القانون يكون مختلفا معهم هؤلاء الذين يقولون نحن المراجع نحن الفقهاء نحن العلماء نحن العرفاء هؤلاء دينهم يتلاشى شيئا فشيئا كلما تمسكوا أكثر وأكثر بالمذهب الطوسي القذر كلما تلاشى دينهم شيئا فشيئا أقرأ عليكم من كتاب للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة إنه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وهذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة 581 رقم الحديث 1041 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس أيها الناس إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة في نسخة فلم يغير وهذه النسخة هي الأدق فلم يعير فلم يعير لم ينتقد العامة لا تستطيع أن تغير الخاصة الخاصة هي التي تعبث بالعامة لأن الإمكانات أتحدث عن إمكانات التغيير بيد الخاصة بيد النخبة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة لم يعير لم ينتقدوهم لم يعيروهم لم يظهر عيوبهم لم ينشروا قذارتهم مثل ما أفعل أنا فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله تعالى هذا هو قانون الخاصة والعامة أعيد عليكم قراءة هذا القانون أتمنى أن طلاب الحوزة الذين يتابعون البرنامج يتدبرون في هذا القانون هذا القانون لا يعطي لكم عذرا أن تعتذروا بالتقية وخاطب الذين أدركوا من أن حوزة النجف حوزة ضلال لكنهم يضحكون على أنفسهم أن يعملوا بالتقية يمكنني أن أتفهم أنكم تعملون بالتقية وأنتم في النجف يمكنني أن أتفهم هذا لكن حينما تذهبون إلى عشائركم إلى عوائلكم إلى أصدقائكم إلى أقربائكم ما معنى التقية هناك واجب عليكم أن تخبروا الناس من أن الذي يطرح في قناة القمر هو الحقيقة ومن أن كلاب المرجعية وجراء المرجعية جراء جمع لجر وهو الكلب الصغير ومن أن كلاب المرجعية النابحة وجراء المرجعية الحقيرة الذين يرتفع صوتهم محاربين لمنهج قناة القمر هؤلاء كذابون المرجعية اللعينة في النجف هي التي تدفع بهم بينوا الحقيقة للناس ستسألون والله عن هذا هذه مسؤوليتكم بينوا الحقيقة للناس أمير المؤمنين هكذا يقول أيها الناس أيها الناس إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير من التعيير فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله تعالى وأيّة عقوبة إنها الضلالة الضلالة إنها الضلالة التي ستقودكم لحرب إمام زمانك العقوبة ما هي بصفعة تأتي على وجوهكم هذا أمر هيّن العقوبة الضلالة الضلالة لأن العقوبة تكون من جنس العمل نحن نتحدث عن مراجع الدين وعملهم إضلال الناس وأنتم تتسترون عليهم تتسترون عليهم بأن تضللوا الناس من أن مراجع الدين على هدى تأتي العقوبة من جنس العمل من نفس السنخية من نفس النوع يسلب منكم التوفيق أدركوا أنفسكم الفرصة متاحة لكم الآن إذا ما مات السيستاني وأنشب محمد رضا السيستاني أضفاره بالمرجعية وهذا هو الذي سيكون كما يبدو كما تقول المعطيات فلتقولون بعديا طاح الفاس بالرأس لا شأن لنا به أن يكون مرجعا أن لا يكون هذا أمر خاص به لكنني أحدثكم عن مسؤوليتكم أنتم ما تقولون ما تقولون بعديا طاح الفاس بالرأس الفرصة متاحة لكم الآن أنا أستطيع أن أساعدكم ساعدوني كي أساعدكم أنا لا أريد منكم مساعدة شخصية أريد منكم أن تبين للناس للذين يثقون بكلامكم من أن الحقيقة تعرض على قناة القمر ومن أن الذين يتحدثون في قنوات المرجعية هؤلاء كذابون ومن أن الذين تطلقهم المرجعية على الشبكة العنكبوتية ما بين ناهق ونابح هؤلاء كذابون تدفع لهم الأجور كي يكذب عليكم ليضللوكم بينوا الحقيقة للناس وهذا ما هو بشيء عسير هذا هو الذي أطلبه منكم أن تساعدوني كي أساعدكم أيها الناس إنني أكرر كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة لم يعيروهم لم يستنكروا عليهم لم ينشروا قبائحهم على الإنترنت لم يحدثوا الآخرين بعوراتهم فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله تعالى نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه صفحة خمسمية وثمانية وسبعين رقم الحديث ألف وثلاثة وثلاثين بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ولي شيئا من أمور المسلمين فضيعهم ضيعه الله عز وجل هؤلاء المراجع ضيعوا الشيعة ضيعوا الشيعة فضيعهم الله وأنتم يا طلاب الحوزة ضائعون مع هؤلاء الضائعين لماذا تضيعون أنفسكم من ولي شيئا هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ولي شيئا من أمور المسلمين فضيعهم مراجع النجف وكربلاء ضيعوا الشيعة من ولي شيئا من أمور المسلمين فضيعهم ضيعه الله عز وجل هؤلاء ضائعون والهذا لا يحسنون قراءة صلاته ولذا لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة الله ضيعهم حتى لو أرادوا ذلك لن يستطيعوا لن يستطيعوا هذا الأمر يعتاج إلى توفيق من ولي شيئا من أمور المسلمين فضيعهم ضيعه الله عز وجل حديث آخر صفحة خمسمية أو تسعة وسبعين رقم الحديث ألف سبعة وثلاثين بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من سود اسمه من سود اسمه يعني من كتب اسمه من كان معهم مع من من سود اسمه في ديوان الجبارين ولد فلان ولد فلان ولد العباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا هذا يعني أنه كان في الدنيا خنزيرا لكنه كان خنزيرا باطنيا كان ممسوخا مسخا باطنيا أما في القيامة فإن مسخه سيكون مسخا ظاهريا من سود اسمه من كتب اسمه يعني من كان جزءا من منظومته من سود اسمه بشكل حقيقي بحيث يكون خادما له معينا لهم في برنامجهم وهؤلاء هم العباسيون عندكم في النجف المذهب الطوسي مذهب عباسي بامتياز ولذا فإن الشيصبانية الذي هو عباسي محط من أين يخرج لا ينبع من الكوفة نبعا من النجف النجف هي مدينة بن الشيصبان من سود اسمه في ديوان الجبارين ولد فلان ولد العباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا أدرك أنفسكم هذا الكلام ليس مزاحا وهذا الكلام ليس للدعاية والإعلان وهذا الكلام ما هو من سنخ الأراجيف هذا كلام أئمتنا وهذا الواقع بين أيديكم أدرك أنفسكم هذا الخطاب للجميع لطلاب الحوزة وللنخبة من المثقفين والإعلاميين للجامعيين ولطلاب المعاهد للرجال وللنساء القانون واحد من سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة خنزيرا أقرأ عليكم حديثا خطيرا جاء في تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق الجزء السادس صفحة ميتين وثلاثة رقم الحديث مية وسبعين الحديث السبعون بعد المئة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لبعض أصحابه وقال الصادق لقوم من أصحابه إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم الإمام ما هو بحاكم دنيوي في الوقت الذي كان يتحدث فيه وإنما يتحدث عن ولايته التكوينية إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم لماذا الإمام يقول وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم من الشيعة وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيحة ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه أنتم قادرون على أن تضغط على هؤلاء المراجع حينما يتحدث الجميع بحديث الحقيقة على الأقل ينكفئون على أنفسهم وعلى عوراتهم فيما بينهم وبين خواصهم بدلا من هذا التثويل والتجهيل الذي ينشرونه في الوسط الشيعي بدلا من هذا الخراء الذي يخرونه في عقول الشيعة بدلا من عملية صناعة الغباء التي هم يشتغلون عليها ليلة نهار عبر دروسهم وعبر كتبهم وعبر وكلائهم وعبر أولادهم وعبر أصهارهم وعبر أحفادهم وعبر مؤسساتهم وعبر فضائياتهم العقوبة تكون شاملة من دون أن تشعروا بذلك لأنكم تقصرون في خدمة إمام زمانكم ماذا قدمتم من خدمة لإمام زمانكم الإمام الصادق يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ماذا تقدمون من خدمة لإمام زمانكم تحدثوا تحدثوا بألسنتكم للقريبين منكم بينوا للناس على الأقال هذه المعلومة من أن قناة القمر تتحدث بالحقائق ومن أن الذين يحاربونها على الإنترنت أو في أي مقام آخر هؤلاء كذابون تدفعهم المرجعية الطوسية اللعينة القذرة تدفعهم إلى ذلك وتدفع لهم الأموال اكشفوا الحقيقة للناس هذه مسؤولية في أعناق الجميع في أعناق الرجال والنساء في أعناق الحوزويين والجامعيين في أعناق الذين يشتغلون في الأسواق وفي كل مكان وفي الدوائر الحكومية اكشفوا الحقيقة للناس اكشفوها ولو أن كل شخص يكشف الحقيقة لشخص واحد أنا لا أقول لكم أن تتهوروا ولا أقول لكم أن تعرضوا أنفسكم للمخاطر فأنا أعرف مدى إجرام المرجعية ومدى إجرام أتباعها إنني أعرف معرفة تامة مدى سفالة وانحطاط هؤلاء المراجع وخصوصا وخصوصا إنني أحذركم من المرجعية السيستانية المجرمة القذرة إنني أعرف مدى إجرامها ومدى سفالتها وانحطاطها فلا أدعوكم إلى التهور ولا أدعوكم إلى التصادم مع الآخرين أنا أدعوكم لبيان الحقائق بألسنتكم على الأقل وإن كنتم قادرين أن تعملوا على الإنترنت فبادروا لكن أن يكون العمل منضبطا منضبطا بالأدلة والوثائق لا أن تعملوا كما يعملونهم بالأكاذيب والأراجيف والترهات دعوا الأكاذيب لهم وتمسكوا بالحقائق التي عندكم ما قدمته لكم قناة القمر قدمت لكم صدقا وحقا ووضعت بين أيديكم الوثائق والحقائق بخلاف ما هم يفعلون ينشرون الجهل والجهالة والسفه والسفاهة والأكاذيب والأباطيل فليذهبوا بأكاذيبهم وأباطيلهم إلى الجحيم إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم وكيف لا يحق لذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه قضية خطيرة هذه الذي يسود اسمه معهم يحشر في القيامة خنزيرة أعوذ بجلال وجه إمام زماننا من الضلال ومن الابتعاد عن دائرة العترة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر